موسائل فل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج العرب لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم تبقوا من الاعضاء المتفاعلين معنا في القناة طبعا ده هيجا عن طريق الشراك وعندها تفعيل الجرس كده ضمنتم اني اسبعين هجيلكم اشعارات من القناة وكل ما هو جديد من توقعات الفلك لموليد برج العرب موليد برج العرب في الفترة من يوم 18 ليوم 24 شهر يوميا 2024 في تحركات مهمة هتبقى في صفكم جميلة جدا ان شاء الله اذا كان بالنسبة لتحركات الامر وبعد التحركات بالنسبة للكواكب الهمة اللي فعلا بدأت من اسبوعين لكن ايضا من بعد من بكرة او من بعده في تحركات تانية هتبقى احلى كمان ان شاء الله بالنسبة لتحركات الكواكب طبعا اه الدنيا من لغبطة معكم يمكن في حاجات بدأت تثبت حياة لسا واقفة لكن ان شاء الله بإذن الله تعالى كل حاجة واحدة واحدة هتصير بالطريق الصحيح وهتمشي ليه الخير ليكم يا موليد برج العرب الحالة النهاردة هتبقى فيها هتكلم هنتكلم فيها عن ايه هي الطاقات اللي هتبقى ناتجة من التحركات اللي موجودة بالنسبة للامر او الكواكب وايضا هنتكلم عن اهم التوقعات ونقطة ونقطة هنقول اهم التوقعات اللي هتبقى متعجدوا معاكم في خلال الاسبوع ده فسريعا ونبدأ ونقول من يوم 18 و19 تواجد الامر في بيتك في العرب طبعا الامر في البيت الاول ده من احلى فترات العرب ليه لان انت في الفترة دي هيجيلك فعلا مزاجك مزاجك هيبدأ يزبط الرزانك حتى في كلامك هتقولي الكلام هينقط سكر قدام الناس هترجع تاني لعادتك الجميلة اللي انت اللي عادت في وسط الناس وانت الحبة الكريز اللي عادت في وسط الناس اتقادة هتبقى ترجع لك تاني انت كنت مفتقدها بسبب حاجات كتير عدت عليكم الفترات السابقة بالنسبة ايضا للشخصية هتبدأ تهتمل نفسك ترجع نفسك للذكريات انت كنت نفسك فيها ترجع لها تاني من زمان هتلاقي معظم التقاد دي بدأت ترجع معكم ايضا من دول تحرك اللي بعد كده هيبقى فيه اكتمال للامر على البيت التاني او بمعنى اصح اكتمال للامر على الكوس طيب الطاقة دية هتبقى تحفة بالنسبة لكم بالنسبة لايه بالنسبة للامان المادي اللي ان شاء الله هتبقى فيه اجراءات سريعة وتصعودات جميلة جدا لامور مادية تبدأ تزبط معاكم بعد ما كانت كل شوية بتقف تتلاقي فلوس من هنا مشت من هنا هتلاقي فيه بعض الاستقرار بدأ يزبط بالنسبة للامور المالية وطبعا للاخر تحرك في الامر في البيت التالت هيبدأ يرجع تاني شبكة العلاقات والمحافظة على ممتلكات معينة كانت في ايدك الممتلكات اذا كانت مادية او معنوية كلها هتحاول انت تجمع التقاد دي تاني من حولك بتبدأ تزبط الامور في كل شيء من حولك وما تمتلك او من علاقات من حولك من نسبة لتحركات الكواكب طبعا زي ما كلنا عارفين ان القرانوس موجود في البيت السابع وطبعا ده اللي احنا تكلمنا عنفسه حلقات سابقة وقلنا اورانوس دوت هو اللي عمل يعني حطت الزيت عزيت عالبنزين مش عاب تقولها ازاي بس دوت اللي مولى نوعا ما بالنسبة للعلاقات مع الشراكات هتلاقي دايما في الفترات السابقة واللي جاية ايه العلاقاتك مع الشريك تحس حاجة واقفة في زوركو فلزلك ده بساورانوس ده للأسف من يوم تسعة شهر ستة يعني من عشر تيام بالزبط دخل كمان المريخ يمكن المريخ هيبدأ يزبط لكو شوية لانه ده اساسا بيتك يعني المريخ ده كاوكبك هيبدأ يزبط نوعا ما الغربلة اللي عملها معكم اورانوس بالنسبة للعلاقات مع الشريك طيب التحرك التاني بقى اللي هيدال بقى اللي خلاص بقى يجيب كل حاجة عشان تزبط معاكو هو الظهرة واعتارد من يوم سبعتاشر في البيت التاسع او بيت الحظ يعني ما انا اصح انتوا ان شاء الله بالامور اللي كانت نقفلها ان شاء الله تبدأ تبتح كدير الحظوص تمشي معاكو الريح يبدأ يمشي بصفكو اخيرا للنسبة للبرج الاقرب بتكلم فيه على فترة هو مستنيها من زمان دي فترتك يا عرب ان شاء الله هتبقى خير عليكم طيب ايه هي بقى اهم الطاقات او اهم التوقعات اللي هتبقى متواجدة معاكم في خلال الفترة بالنسبة للمرتبطين زي ما احنا قلنا في بعض التسبيطات بالنسبة لتوجود المريخ لكن ايضا ممكن يبقى معاكس لان طبعا في البيت السابع او البيت المعاكس هيقل الدنيا تعلي الموجود يعني ايه يعني في الفترة دي لو مثلا في علاقات جديدة شك شوية هتلاقي الموضوع قطعت علاقات جديدة حسس ان يجي منها عيلت بالنسبة للمتزوجين لو انتم مشدين في الفترة دي حاولوا تروقوا الاجواء هتلاقي الموضوع الجميلة يبقيت جميلة جدا تاني متزوجين والمشوفين مشاكل ما بينكم حاولوا في الفترة دي تروقوا ما بينكم يعني حاولوا تهدوا الدنيا ما بينكم حاولوا تغيروا الاتموسفير او الطاقة هيتلاقي الموضوع عيلة قوي لكن لو هيتش هدين وحصل اي مشكلة تانية هتلاقي عيلة جدا عشان كبالك الفترة تبقى غريبة شوية بالنسبة للمرتبطين انت حركات هنا كبيرة حتى تحركات الامر في البيت الاول ده برضو بيعلي من ذاتك عايز مصلحتك اكتر شايف نفسك فهتلاقي هنا فيها تضرب نوعا ما بالنسبة للعلاقات طيب بالنسبة للشراكات في خلال الفترة يعني متوقع جدا وحتى لو انت مقدم عليها توقع على الله ازا كانت شراكة مع شخص مختلف عنك نهائيا نهائيا هنا مقصود بيها ازا كان في الجنسية في الفكر في الدين في اللون يعني في خلال الفترة متوقع انه ممكن تبدأ فتح الباب لشراكة مع شخص مختلف عنك نهائي في شيء معين انت الاتنين اساسات طبيعي ما بتدخلوش مع بعض زي ما قلت زي ما قلت زي ما قلت في دين او جنسية او فكر لكن الشراكة دي هتبقى جميلة جدا وهتبقى لها عوائد جميلة جدا نكمل فيها وتوقع على الله طيب بالنسبة للامور المالية في امور او اخبار مالية منتظرة او ازا كانت اخبار مالية عبارة عن تعويضات او ارباح محتجزة او ارباح تجارية هتبقى الاخبار في اعلى مزاجك وفرع ونكهة ان شاء الله لو انت كنت منتظر اي حاجة من الحاجات دي تاني ازا كانت اي اموال منتظرة اي تعويضات اي ارباح محتجزة او ارباح تجارية ده يعني زي ما احنا اننا في الفترة بوجه عامل المال هيبقى جميل لكن بالاخص في الاربع حاجات دي لو انت منتظر حاجة من الحاجات دي ان شاء الله هتسمع عنك اخبار جميلة جدا طيب في خلال الفترة من اهم التوقعات ايضا اللي هتقابلكو اللي انت في خطة بديلة هتستخدمها يعني انت كنت تجهز شيء كنت عامل خطة معينة لكن انت هتغيرها عشان انت هتستخدم خطة بديلة شايف ان الخطة البديلة هي الانسب وده اللي انت فعلا هتنفزه خلال الاسبوع ده موريد برج العرب طيب نقطتين مهمين لو انت مقبل على الانضاء على تعاقد يعني انت دلوقتي في داخل المسان في شغل او شقة اي حاجة محتاجة امضة من الاخر اي عقد واي حاجة محتاجة امضة في خلال الفترة خد معلومات العقد سمعيا خد معلومات العقد سمعيا وليس بصريا يعني ايه يعني حتى لو في عقد قدامك خلي حد يقرهولك ما تقرهوش انت خلي حد يقرهولك عايزك يعني حتى بعد ما انت بتقره طيب ان عايزك تقره وعايز اسمعه لما انت هتسمعه في نقاط ممكن تسمعها تشك فيها وقف ما سمعتش حاجة شكتش فيها توقع الله لالفترة مش وحشة بالنسبة للانضاءات العقد عشان تبقوا فاهمين لكن خد معلومات او يعني تلقي تلقي معلومات العقد او العقد سمعيا تلقيها سمعيا يا موليد برج العرب طيب اخر حاجة او اهم يعني احلى التوقعات اللي ان شاء الله تبقى خير عليكم وليئة على دخول عيد الاضحى كل سنة وانتو طيبين وهو قعدة عرب وتسامح مع بعض الاشخاص بعض الاشخاص اللي حصلت معكم مشكلة من الماضي وارد جدا قعدة عرب وتسامح معهم اللي ان شاء الله هتبقى قعدة تسامح وصلح وخير وكل سنة وانتو طيبين ان شاء الله هتبقى طاقات مهمة وخير عليكم زي ما احنا قلنا سريعا الطاقات بواجهة عام ان شاء الله هتبقى خير بالمسبة لامور الشخصية طاقات هترجع لك ثقتك في ناسك في امور كتيرة جدا امور مالية ان شاء الله هتدى تزبط بالعلاقات زي ما احنا قلنا بسبب طواجهة طبعا يعني اورانوس على على الطور ده برضو مولد عندكم الطاقات البيخة شوية مع العلاقات اللي هو بالبلد كده العلاقتك مع الشيك الحياة اللي انت معرفتوش كويس حتى كنت متجوز بالك عشر سنين في خلال السنة دي اتعرفته كويس او عرفت حاجات فيه كنت بتحبها ولا مش بتحبها تتلاقى كل مشاكل اللي عدت عن عن المتزوجين في عشرين سنة ظهرت معكم في سنة اورانوس هو ده اورانوس معكم يعني لكن ان شاء الله بوجه عام الطاقات دي ايضا تزبط مع دخول المريخ لكم ان شاء الله دي ابدأت تهد الامور نوعا ما وان شاء الله تبقى خير عليكم يا مريض برج العرب وكده يبقى وصلنا للحيطة النهاردة اتمنى تنلقى اعجاب حضراتكم وما تنسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومعرف سلامة